بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتر من الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المزمل وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الآية الأولى وما زلنا في بعض الإشارات عن السورة وعن مضمونها العظيم الذي تضمنته في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم السورة حقيقة ليس لها اسم آخر ربما مما فاتنا في الحلقة الأولى نتكلم أن هذه السورة ليس لها اسم ثالث وقلنا المزمل إما كان على حكاية لحالة النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني محاكاة للنبي على الهيئة التي كان عليها حين جاءه الخطاب السورة المزمل طبيعي علاقتها أو مناسبتها لما قبلها من سورة الجن ذكر العلماء أقوالا كثيرة ولكن يعني مما ذكره الإمام البقاعي في نظم الدرر قال أنه لما جاء الأمر للنبي بالقيام قم الليل إلا قليلا وناسب هذا القيام ما قبله من الكلام في سورة الجن أنه في قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وكذلك لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدى فناسب ذلك القيام هذا القيام وذكر الصيوط أيضا فيما ذكره في المناسبة قال أنه لما انتهت السورة سورة الجن في الكلام عن الرسل في قول الله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكم بين يديه ومن خلفه رصد قال ابتدأ الكلام بخير الرسل وأعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فجاءت بداية السورة على هذه المناسبة تكلمنا عن أيها المزمل ووقفنا على قول الله تعالى قمي الليلة إلا قليلا وقمي الليل الأصل فيها كما قلنا القراءة المشهورة المتواترة في قضية قمي الليلة على كسر الميم وهناك قراءة على ضم الميم وهناك قراءة على فتح الميم قال قطرب فمن يعني ضم أتبع يعني هرب من قضية توالي من انتقاء الساكنين ومن فتح إنما اتبع الخفة وكله من حيث اللغة صحيح لكن تبقى نحن عندنا الحاكم في المسألة وما ورد فيه التواتر يكون هو الضابط في مسألة يعني ما يقول أهل اللغة من جواز ذلك لغة لكن قد يعني لا ليس كل ما يقول أهل اللغة من جواز حركة أو لغة معينة أن تجوز في القراءة ما لم تأتي يعني يأتينا النص في قضية أنه هذه القراءة متواترة حتى نحكم بالجواز عليها قد تجوز لغة ولكنها لم ترد في القرآن وهذا أيضا ورد في كتاب الله كثير وتكلمنا واتفقنا أنه نتكلم على أن قيام الليل هل كان فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فرضا على الأنبياء السابقين هل فرض على الأمة من بعده وهل فرض القيام ما زال موجودا هذه التفاصيل توعدنا أن نتكلم عليها في هذه الحلقة إن شاء الله نقول بحمد الله سبحانه وتعالى قيام الليل كما ذكر ابن عباس وغيرهم للسلف أنه كان فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام وفرضا على الأنبياء أيضا من قبله وفرضية قيام الليل على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذهب ابن عاشور قال هذا قبل أن تفرض عليه الصلوات وهذا واضح لأن سورة المزمل كما قلنا هي من السور الأولى في النزول فلا يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتعبت بصلاة حتى تفرض عليه الصلاة وقد ورد في السيرة أن النبي كان يصلي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر المعروف يعني من مفصل به في كتب التفسير وكتب السيرة أيضا نعم لكن نتكلم عن فرضية قيام الليل له صلى الله عليه وسلم وتبعته الأمة وتبعه يعني الصحابة رضو الله تعالى عليهم لما رأوا وعلموا من قيامه صلى الله عليه وسلم تبعوه في ذلك القول الثاني الذي ذكره أيضا القرطبي قال أنه كان فرضا ثم نسخ عنه صلى الله عليه وسلم ونسخ عن الأمة ونسخ فرض بفرض فجاءت فرض الصلاة الخامس بدل فرض القيام قيام الليل له صلى الله عليه وسلم هنا قول أيضا منقول عن السلف وذكره بن سيرين والحسن أن القيام الليل كان فريضة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين جميعا ثم نسخ ذلك كما قال الحسن الحمد لله على التطوع بعد الفريضة أي أنه كان فريضة ثم يعني حول إلى تطوع ونسخ بالصلاوات الخمس وكان الحسن وابن سيرين يقولان أنه يعني قيام الليل على كل مسلم أن يقوم على قدر حلب شات يعني ولو مقدار قليل يقوم من الليل لأنه حقيقة هذا شعار الصالحين وهذا يعني ديدا أهل الصلاح وأهل الخير قضية قيام الليل قضية قم من ذكر بعض أهل التفسير قالوا ومن المعاني التي جاءت فيها لفظة قم بمعنى صلي حتى أصبحت شعارا يعني إذا سمعنا أنه من قال قيام الليل نعلم أنها الصلاة المراد بالقيام هنا الصلاة كما ذكر بعض أهل التفسير ذلك ومنهم من قال على أنه يعني قيام الليل هذا نسخ عن الأمة وأصبح نافلة وتطوعا ولكنه بقي على النبي عليه الصلاة والسلام لخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر من تكلم في خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام وما منى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خصوصيات كثيرة من قضية يعني الخصائص المحمدية يعني من تابع وقرأ واطلع على الخصائص النبي وجده أنه قد امتاز عن الأمة بأشياء كثيرة فقالوا أيضا قيام الليل كان من أجل هذا قال ابن عشور قال قيام الليل للنبي عليه الصلاة والسلام كان تهيئة له صلى الله عليه وسلم لأن يستقبل الوحي ويستقبل مهام النبوة وذلك لأنه لما جاءه الوحي أول مرة كما ورد في البخاري في غارح حراء ضمه فغطني حتى بلغ مني الجهد أي ضم النبي ضمة شديدة فما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أن قيام الليل هذا سيعطي من الفيوض الربانية ومن تنقية وتسكية سريرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته على تحمل الوحي ما تعطيه من القوة واستدل بذلك أنه بعد هذه الآيات التي جاء بها الأمر بقيام الليل جاءت بعدها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة أي كأنه تلك الاستعدادات كانت من قيام الليل هو الاستعداد لاستقبال القول الثقيل والمهام العظيمة التي ستكلف بها يا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام القرطبي قال والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحب المداومة على العمل وإنقل ولذلك بقي قضية قيام الليل هي قضية خاصة به صلى الله عليه وسلم وهي شعار الصالحين كما قلنا من أمته وقد مدح الله يعني من يقوم الليل من المسلمين فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقال يعني يبيتوني ربهم سجدا وقياما وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت في المدح ولذلك قال القرطبي والصحيح وأنه يعني بقيت هذه الفضيلة للأمة في قضية قيام الليل هي فضيلة الصالحين بعد أن كانت فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت عليه فرضا وهذا تقريبا قول الجمهور في يعني بقاء فرض النبي عليه الصلاة والسلام أو فرض قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت إلا قليلا إلا قليل من هذا الليل يعني يسمح لك به الافتجاع والارتياح ثم وقف العلماء على قضية هذا القليل ما هو المقصود بهذا القليل وكيف يقدر هذا القليل لاحظوا من عظمة الجيل الأول والرعيل الأول من الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم قالوا كان كما ورد في الحديث كانوا يصلون وتتورم أقدامهم لأنهم ما كانوا يدركون ما هو الضابط يعني لم تكن عندهم ساعات كما عندنا الآن حتى يعرفون كم هو نصف الليل وكم هو ثلثاء الليل وكم هو ثلث الليل هذه الأمور ما كانوا يدركونها لأنه تعرفون في ذلك الوقت ما كانت هذه الأمور موجودة فكانوا يقومون الليل أكثر الليل ظنا منهم أنهم لا يقعوا في التقصير حتى لا يقعوا في التقصير وفي يعني أنهم قصروا في ذلك القيام فكانوا يبالغون ويقومون الليل ما يستطيعون منه حتى يبلغ منهم الجهد وذا كله كان محبة في اتباع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما أمر الله سبحانه وتعالى به فسبحان الله على هذه النفوس الزكية الطاهرة كيف كانت يعني تتحمل ذلك الوقت الطويل من القلق والخوف على أنهم لعلهم يقصرون ويفوتهم شيء من الليل أقل مما أمرهم الله به لذلك إلا قليلا قال الإمام الرازي قال وقد تكلم العلماء كثيرا في هذه الآية في ضبط هذا القليل ما هو لكنه استنبط جميل قال لما كانت السورة أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل قال لما كان النبي يقوم الحد الأعلى الذي أمر به وثلثين الليل إذن بقي الثلث الذي ينام به النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المسموح به لنومه ولراحته كحالة بشرية أن ينام ثلثا الليل لأنه الله أمر أقصى ما يكون أنه يقوم ثلثين الليل فيكون الثلث الباقي هو للراحة وليأخذ القوة والطاقة على الاستمرار في القيام في النهار وفي أعمال الدعوة وهذا أيضا ما ذكره مقاتل بن سليمان وذكره بعض المفسرين القدامى نقله الرازي أيضا عنهم وعن وهب بن منبه أنه قال إلا قليل المراد به هو ما أكان أقل من ما ذكر في أقل نسبة من نسب القيام وهو الثلث قال فيدخل فيه السدس ويدخل فيه المعشار هذا هو القليل الذي سمح به هذان القولان يعني ما هو موجود ومنهم من قال على أنه المراد بالنصف كما قال تعالى في الآية بعدها نصفه أو انقص منه قليلا قبل أن ننتقل إلى قضية يعني قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا هنا نصف الليل نصف الليل أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أولا أمر بقيام الليل إلا قليلا منهم وقلنا على من قال أنه القليل هنا المراد السدس أو العشر على من قال وعلى قول الرازل ومقاتل أنه الثلث جاءت الآية التي بعدها في بياني أنه نصف الليل أو انقص منه قليلة قال الأخفش قال هنا عندما تأتي الآيات متتابعة يعني مثلا في قولك لرجل أعطيه درهما درهمين ثلاث ليس المراد أن تعطيه يعني ستة دراهم لا المراد أعطيه درهما أو درهمين أو ثلاث يعني وإن لم تذكر أو لكن هذه معروفة من السياق هكذا ذكر الأخفش يعني كما قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثه أي أو نصفه أو ثلثه أي كأنه كان ذلك على التخيير نعم فنصفه أو انقص منه قليلة نصف الليل يسمح لك بالقيام وهو رخصة ورحمة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال نصفه أو انقص منه قليلة أو انقص من ذلك النصف قيل نصفه فيكون الربع يعني لك أن تقوم أقل من الثلثين إلى ثلاثة أربع ويمكن لك أن تقوم إلى النصف وكذلك كما قال تعالى أيضا أو الثلث كما سيأتينا في آخر الآية أو انقص منه قليلة أي انقص من ذلك النصف قليلة قالوا ونصف النصف هو أقل من النصف يعني الربع أقل من النصف فيكون المراد نصف يعني ربع الليل أيضا لك الحق القيام به هذا أيضا ما ذكره أهل التفسير أو قص منه قليلة على المعنى الذي ذكرنا أو زد عليه هنا قضية نصفه كما ذكرنا وقف العلماء قضية قالوا ما هو الناسخ لهذا الترتيب يعني ما الذي نسخ قم الليل إلا قليلة نصفه وانقص منه قليلة لو جاءت الآيات كلها مرة واحدة يعني حصل اضطراب في فهم ترتيب القيام يعني مرة يقول له قم الليل إلا قليلة ثم قال له نصف الليل ثم قال انقص قليلة من نصف الليل فما هو الضابط الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم للليل قال العلماء يعني ذهب ابن عباس وسيدة عائشة على أنه الناسخ هو تقريبا كل المفسرين أو أغلب المفسرين ذكروا أن الناسخ هي الآية الأخيرة في سورة المزمل أنه يعني قال أن الله سبحانه وتعالى جاءت في الناسخ جاء في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين الليل قالوا هذه الناسخة وعن قول لابن عباس أيضا قال في قول الله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم قالوا أيضا هذا ناسخ ومنهم من قال أنه الناسخ هو الصلوات الخمس التي جاءت هي نسخت كل ذلك القيام وأصبح النبي مخيرا بأن يختار ما يقوم من الليل هذا أيضا قول موجود عند المفسرين في قضية ما هو الناسخ ثم العلماء توقفوا على قضية كم بقي وقت القيام على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني جاء النسخ يعني كم صلى النبي عليه الصلاة والسلام وكم استمر الصحابة رضو الله تعالى عليهم في القيام حتى جاء الناسخ لهذا الأمر هناك حقيقة أكثر من قول سأرتبه على المدة الزمنية هناك حديث لسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه تقول أنه بقي ذلك ثمانية أشهر حتى جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى هذا قول لسيدة عائشة وهناك قول آخر لسيدة عائشة والابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما أنه وهذا كما ورد في صحيح مسلم أيضا أنهم بقوا حولا أي سنة كاملة يصلون على هذا الاضطراب في عدم معرفة مقدار القيام وهذا التعب الشديد الذي كانوا به حتى أتموا يعني السنة ثم جاء يعني النسخ في أو التخفيف في قضية القيام وهذا خريبا الذي عليه الأكثر والأشهر عند المفسرين يعني هذا اعتمدوا بالطبري وابن كثير والرازي والقرطبي وجمع المفسرين ذكروا هذا القول الذي في صحيح مسلم هناك قول ذكره الإمام الماوردي وقال عنه القرطبي قال ولم يذكره غيره أنه تقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن بقيت الصلاة على هذه الحال ستة عشر شهرا وهذا يعني كما قال القرطبي لم يذكره غير الماوردي في هذا القول وهناك عن ابن جبير أنه قال بقينا حولا أو حولين الصحابة كانوا سنة أو سنتين ظلوا على هذا الأمر يعني يصلون على كما قلنا على هذا المقدار على عدم معرفة الضبط في المقدار حتى خفف الله عليهم وهناك قول آخر لابن جبير ذكره الطبري وذكره ابن أبي حاتم الرازي ويقول أنه الصلاة بقيت على هذه الحالة عشر سنوات عشر سنوات بقي الصحابة رضي الله تعالى عليهم على هذه الحال إلى أن جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى هذا أيضا قول موجود عند المفسرين وتناقلوه وقالوا لكن كما قلنا الأكثر على أنه القول الذي قال في صحيح مسلم أنه سنة قال ابن عباس يعني أيضا مما يعضت قول ابن جبير أيضا ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نزل وجوب القيام في مكة ثم نسخ أو خفث في المدينة فمعنى هذا أنه يعضت قول ابن جبير أنه عشر سنوات كانوا مستمرين رضوان الله تعالى عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في القيام ثم يعني تكلم العلماء أيضا في مسألة أخرى وهي قضية ما هو المقدار الذي كان أو ما هي عدد الركعات التي كان يوصل لها النبي عليه الصلاة والسلام في تلك في ذلك القيام وهل الأفضل كثرة الركوع والسجود يعني كثرة الركعات أم الأفضل هو طول القراءة هذا أيضا خلاف موجود ذكره أهل التفسير فقد ذكر الإمام الشنقيطي في أضواء البيان قال على أنه يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة 12 ركعة وقيل 8 ركعات وقيل غير ذلك قال والذي عليه العمل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام منذ ألف عام كما ذكر هو قال أنه 20 ركعة هكذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخلاف الحاصل هو حتى في قضية القيام في رمضان وصلاة التراويح وكم كان يصلي هذا خلاف مشهور ومعروف على قضية الخلاف الموجود بين أنه هل كان يصلي 20 ركعة كان يصلي أقل من ذلك فالشنقيطي له رسالة اسمها رسالة التراويح يفصل فيها القول حقيقة في هذه المسألة تفصيلا جميلا يقول على أنه النبي كان يصلي 20 ركعة وهذا هو المشهور من صلاة من يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أيضا تأتينا مسألة أخرى كما قلنا أنه القيام كثرة الركوع والسجود كثرة الركعات أفضل أم أنه التلاو أكثر فمن ذهب إلى كثرة الركعات والسجود والركوع قالوا لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ولكن حقيقة الصحيح هو ما ذكره أهل التفسير قالوا أنه كثرة القراءة هي أفضل من قضية كثرة الركوع والسجود لأنه التي يعني نرى أنه في الصلاة في الصلاة الإنسان يقرأ وله بكل حرف عشر حسنات إذا ما ضعف الله له مضاعفة أخرى فيبقى قضية أنه كثرة القراءة هي أكثر في الأجر وخاصة بدليل ماذا أن الله سبحانه ذكر بعد هذه الآية ورتل القرآن ترتيل أي أنه رتل القرآن ترتيل هذا الدليل على أنه تتابع القراءة وسنتكلم عن ترتيل القراءة تتابع القراءة وهذا يدل على أن القراءة المطولة تكون أفضل في صلاة الليل من كثرة الركعات كما أنه حتى ورد في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة لما سئل أي الصلاة أفضل قال أطولها قنوة الأطول قنوة هي تكون الصلاة الأفضل لما فيها من الأجر الكثير الذي يحصل عليه المصلي في كثرة قراءته أما السجود والركوع قالوا ما يتأثر به المسلم من الخشوع ومن التأثر بآيات القرآن وسماع آيات القرآن هو أكثر من تأثره في الركوع والسجود رغم ذلك أيضا قضية أن الركوع والسجود لن يفوت في قضية الصلاة من صلى عشرين ركعة وسيسجد سجدات كثيرة ويركع ركعات كثيرة ولذلك فضل القراءة أفضل حتى بعض العلماء قالوا أنه يعني إذا كان الرجل لا يحفظ شيء إلا كسار السور فكيف يقوم الليل إما أن يستعين بمصحف لأن صلاة نافلة على من ذهب إلى هذا من جوز من العلماء أو قالوا أنه ولو كرر الآيات التي يحفظها وإن كانت من قصار السور فلا بأس في ذلك ولا ضير في ذلك فقد ورد عن الصالحين وعن الصحابة وعن النبي عليه السلام أنه كانوا يقومون الليل بآية يرددونها فيفهمون منها ويفتح الله عليهم فتوحات في فهمها ربما كثيرة ولكن مع ذلك كثرة القراءة وكثرة إعادة السور حتى هذا لا يضر في مقام المصلي إذا أراد قيام الليل لأن ذلك كله يكون من باب أنه يعني القيام العظيم الذي أمرنا الله به وكل يقوم على قدر طاقته وقلنا أنه يعني تفهم القرآن حتى العلماء كثير ذهبوا إلى قضية أنه تفهم آيات القرآن أولى بكثير من أنه يقرأ القراءة الطويلة وهو لا يفهم شيء مما يقرأ لأن الأصل والغاية في القراءة هي التدبر والفهم فإذا كان التدبر والفهم حاصل بآيات قليلة يعلمها القارئ ويفهمها ويتدبرها يقف عند حلالها وحرامها إذا وقف عند آية رحمة سأل الله الرحمة وإن وقف عند آية عذاب استعاذ من الله سبحانه في ذلك إن وصل إلى تسبيح سبح الله سبحانه وتعالى وحن ذكرنا في الحلقات الماضية عندما كان يعني يقرأ سيدنا علي في قضية سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحانه ربي الأعلى فقال له أزدت في الصلاة قال لا إنما أمر أمرنا الله به فقال سبح اسم ربك الأعلى فقلت سبحانه ربي الأعلى لذلك قضية قيام الليل والوقوف على معاني القراءة وما تدبر القرآن هذا طبيعي أعظم وأكثر أجرا من كثرة القراءة لا نقول كثرة القراءة ليس فيها أجر لو بكل حرف وإن لم يعرفه حسنة ولحسنة بعشر أمثال لكن قضية التدبر شيء عظيم جدا وإن لم يذكر لنا المقدار في عظم التدبر لكن يبقى تدبر شيء عظيم نتوقف إلى القدر إن شاء الله حتى نكمل مع الآية الرابعة بعونه تعالى إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا